هل هي خطر فعلا؟ طيب ما تيجي نقول الأول هو الحكاية الخطورة مرتبطة بكذا نقطة قبل ما نقول هي خطرة لا يعني لو اتعاملت المريض الغير مناسب يتعامل له شفط دهون فممكن يبقى فيها خطورة بمعنى ايه؟ المريض اللي هو السمنة المفرطة دام لا يصلح ليه شفط دهون دي قصة من الأول طيب هي خطورتها بقى ممكن تحصل في أي مريض لو هو المريض صحيا مش كويس من الأول يعني مثلا واحد هيعمل شفط دهون لكنه عنده مشكلة مثلا في القلب عنده مشكلة عامة في أي أجهزة من أجهزة الجسم بتاعته تحاليله مش تمام فهنا لازم الأول قبل ما تقرر نعالج الحتة دي نعالج الحتة دي الأول وهل هو ينفع ولا مناسب لي ولا غير مناسب لكن يا طبعا فيها بعض الخطورة موجودة وخصوصا اللي هي بتبقى حاجة نادرة جدا لا تتعدى واحد في المية ممكن يبقى بعض أجزاء من الدهون تدخل في الأوردة اللي موجودة داخليا وتبدأ تتحرك ودي ممكن تبقى فيها الخطورة الشديدة دي أكتر حاجة فيها خطورة النقطة التانية الخطورة قبل ما نخش نخلص شفط الدهون علميا إزاي بيتم الموضوع ده المعروف أن ربنا سبحانه وتعالى لما خلقنا هو الجسم ده كتلة من العضلات ومن الدهون ومن المية وهو كومباتابل يعني هو متكامل بالشكل ده لما باخد منه حتة الدنيا بتتبرجل كلامي صح صعب يعني طبيا ولا أنا غلطان لما بتعمل أنت شفط الدهون أنت بتاخد دهون من حتة معينة وبتشفطها معلش فهمها لي شوية برضو يا دكتور طبيا يعني طيب هو إحنا بنتولد بعدد معين من الخلايا الدهونية تمام ويبدأ يتكسر العدد ده لحد سنة 18 سنة هيوصل خلاص للإيه للماكسمام العدد بتاع خلايا الدهونية لو بدأ يبقى فيه لخبطة في شكل الجسم في مكان معين وإحنا هنجي نعمل شفط الدهون لي فأنت لما بتسحب بالكمية المحددة اللي هي مفيش فيها خطورة على المريض وهي بالمناسبة المتاصف بتاعها من خمسة إلى ستة لتر شفط الدهون ستة كيلو لأ لتر باللتر احنا شفط الدهون بيبقى بالحجم اللي هو اللتر مش بالكيلو وعشين كده برضو حراك برضو يعني إيه اللي بيسمعونا دلوقتي عمليات شفط الدهون ليست لإنقاص الوزن لتشكيل الجسم يعني لإعادة تشكيل الجسم لتثبيت الحتة معينة مرتفعة زيادة في جسم الإنسان في حد مثلا ممكن يقولك أنا هاخد دهون من منطقة ألف هحطها في منطقة به مثلا دي برضو أحد ده النحت آه بالزبط لا هو هو كله هنسميه نحت إن إحنا نتخلص من مكان فيه دهون زيادة فده نحت الدهون اللي هاخدها دي بقى بنسميها إحنا عندنا الدهب الأصفر تستغل تاني إعادة تدوير آه يعني إحنا ممكن نستعملها في مثلا مكان في نحافة شوية وأكتر مكان بيبقى مثلا المؤخرة دي بتحتاج ممكن نزود فيها الدهون اللي خدناها ننقلها لها بعد معالجتها بطريقة معينة بتتعالج إزاي دكتور؟ بتتعالج بإن إحنا ما بنحقنهاش كتلة كذا ما بتخرج بنبدأ نكسرها شوية بطريقة معينة بحيث إن هي يبقى حقناها إعادة حقناها سهل وتوزيحها في المكان اللي موجود سهل طيب